طيب فضل الشيخ هناك مجمع الفقه الإسلامي هناك رابطة العالم الإسلامي إلى غير ذلك ألا يمكن لهذه أن تقوم بدورها لتأطير هذه القضية يعني دكتور أنت تنكأ جراحا هل تعرف أن من آخر ما بعث به مجمع الفقه الإسلامي إلى علماء المسلمين في مختلف الآفاق من القضايا التي يستفتونهم فيها قضايا تتعلق بحكم أكل الحيتان وأسماك القرش والبرمائيات كالضفادع وغيرها هذه هي الأسئلة التي بعثوا بها إلى علماء الإسلام في هذه الفترة الأخيرة هل هذه القضايا هي مما يحتاج إليه الناس اليوم هل هذه القضايا أنا لست ممن يقول بأن أمثال هذه الأبحاث لا ينظر فيها ولا يشتغل بها لكن طلابا في المرحلة الثانوية الشرعية أو في المعاهد الشرعية والكليات الشرعية في جامعاتنا في مختلف أنحاء العالم يمكن لهم أن يبحثوا هذه المسائل صحيح أما علماء الإسلام والمفكرون والمجتهدون والخبراء أن يشغلوا بمثل هذه القضايا وهناك دماء تسيل وأرواح تزهق وأعراض تنتهك وحالة من التشضي والتشردم في واقع حياة المسلمين فإن هذا يشي بخلل في الأولويات و بغبش في التصور و لا بد لأجل مراجعة أو إصلاح هذه الأحوال من مراجعة هذه سلم أولوياتنا و معرفة ما يستحق التقديم إذا كانت أمثال هذه المجامع الدولية و الهيئات العالمية الإسلامية و المنظمات ذات الطابع الرسمي و غير الرسمي إذا كانت تعنى بمثل هذه القضايا فإلى من توكل القضايا الجوهرية و القضايا الأساسية التي تمسوا واقع حياة الناس و هل يلام بعد ذلك شباب الإسلام إن كانوا يتخبطون خبط عشواء لأنهم لا يعرفون قبيلهم من دبيرهم لماذا؟ لأن علماءهم مشتغلون ببيان حكم أكل لحم الحيتام و أسماك القرش و الضفادع و التماسيح هذه مشكلة أنا لا أحكي نظريات أنا أحكي واقعا هذه الأسئلة التي بعث بها من آخر ما بعث به من قبل مجمع الفقه الإسلامي مع منزلته و مع احترامنا لمجمع الفقه الإسلامي و مكانته و منزلته و عمق الأبحاث التي قدمها في المجالات الطبية و الاقتصادية و الفكرية لكن هذا الذي آل إليه حال المسلمين و آلت إليه حال مجامعهم و لم نجد مبادرة أيضا في المقابل ليست هناك مبادرات من معالجة مثل القضايا الجوهرية التي تستدعي المعالجة و تحتاج إلى بيان و يسأل الناس عنها لأنها تمثل أولويات صحيح تمثل قضايا أساسية جوهرية لعموم الناس اليوم و لا يقوم شأن المسلمين إلا الله و السعي إلى إيجاد حلول و معالجات لها أي لهذه القضايا يعين على إبراء الذمة أمام الله سبحانه و تعالى أولا ثم إنه يعين و يسعف على إيجاد حلول لهذا الواقع الذي يعاني منه المسلمون جميعا صحيح شكرا